مرحبا بكم متابعي العزاز فيديو جديد ونهار جديد نتمنى تكونوا بألف صحة وبأحسن الأحوال أو كيفما كتشوفوا لا فيديو خاص على بطلة مسلسل إلى ذاق الحال سعاد سديدة اللي اتعرضت للاغتصاب واللعنف من طرف الزوج ديالها وقررت أنها تبدل حياتها وتغير طريقها ومشات للمدينة وتم بنات حيات جديدة ولات سيدة أرستقراطية لكن للأسف ضيعت بنتها المهم الحمد لله في المسلسل كيبينو حال تصح بينها وبن بنتها اليوم أخوتي وخواتي وكيفما كتشوفوا الفيديو خاص عليها وخصوصا على الصور والفيديوهات اللي كتنشر في صفحة السوشال ميديا ديالها خصوصا على الانستغرام هات الصور وهات الفيديوهات اللي لقات واحد ضجة كبيرة واللي طارت الغضب ديال مشاهدي ومتابعي الفنانة نفيسة بن شهيدة خصوصا الصور اللي ظهرت بهم هي بملابس البحر وفي الصباحة يعني الجسد ديالها كله مكشوف هات الشي دار واحد موجة غضب كبيرة عليها واللي بغي تعرف أكثر وأكثر على نفيسة بن شهيدة فهي من مواليد سنة 1975 من مدينة وجدة من طبقة أرستقراطية بالمغرب زوجات صغيرة وطلقات صغيرة تعتبر نفيسة بن شهيدة من أجمل الممثلات المغربية واللي العادي تشبهها بالممثلة الأمريكية أنجيلا نظرا لكمية الشبه الكبيرة بيناتهم كما أن جمالها ليس مثل المغربيات وللقي تيها وهي ما كاتهدرش غادي تقول هذي يلا حطتها الطيارة من روسيا وغادي نخليكم هنا موعد الفيديو اللي غادي أكيد غادي نال الإعجاب ديالكم روسيا ها روسيا ها المغرب مشاهدي الأوفياء نهاية الفيديو نتمنعنا الإعجاب ديالكم ودائما ما تنسونا شمال لايك ومالبغتاج واللي يعجبوا اللوك ديال نفيسة بنجهيدة ومتافق معها ومعلمها مر ديالها أكيد خلوا لنا تعليق واللي ما بتافقش مع اللوك ديالها أكيد يخلي لنا تعليق للعلم أنني ما حاولت أنني منحطش لكم صور الجريئة اللي نفيسة بنجهيدة خصوصا أنها كتحمل العديد من الطاطو على الجسد ديالها واللي كتبينه ومعندهاش مشكلة فلا تنسونا دائما متابعي الأوفياء من اللايك والاشتراك في أمان الله